مشاهدين مساء الخير عليكم مرحبا بكم معنا في عدة جديد من برنامجكم الرياضي والمتنوع بمختلف الرياضات كوكتا سبور البداية مشاهدين رايح تكون بالكرة الصفراء والدورة الدولية للتينس اللي كانت نهاية الأسبوع الماضي بميادين التينس بحيدرة بالعاصمة واللي جمعت ما بين 19 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم لكم مشاهدين تابعوا ملخص عن هذه الدورة ونعود تخليدا لروح لاعبة تينس الشبل مهدي بوراس نظمة الاتحادية الجزائرية لللعبة دورة دولية للأواسط ضخور وإناث فرضي وزوجي التي سجلت مشاركة قياسية قدرت ب85 لاعب ولاعبة تينس يمثلون 19 دولة جاءوا للمشاركة في هذه الدورة لكسب لقات تحسن ترتبهم العالم فرحان التينس تفكرت اسم مهدي بوراس وهذا يبقى تاريخ 19 دولة مشاركة بينهم 62 نعب أجنبي يعني لأول مرة منذ سنوات ما شفناش هذا العدد جاءنا للجزائر هدفي طبعا هو الفوز بهذه الدورة ولعب مباراة بمباراة إلى غاية الوصول إلى النهائي أنا سعيد بالمشاركة وإذا فزت باللقاء القادم سأحقق قفزة نوعية إنها المرة الأولى التي نخوض فيها منافسة بالجزائر التنظيم وحكم وكل الأمور جيدة الجزائر شاركت في هذه الدورة بـ 23 لاعب بينهم 11 لاعب أولا نشكو الفيدرالية جزائرية للتنس لدينا هذا الترنوى اللي يعتبر ترنوى جديد بسكول عم نفات مكاه مليح كدرتونا بيش نحتكو بالمستوى العالمي وبيش نحصل تصنيفتا عنا الدورة عرفت حضور قوي للإيطانيين الذين شاركوا بعشر لاعبين ما جعل الدورة تشهد منافسة قوية بشهادة اللاعبين مشاركة نوعية عنا 19 دولة وهذا قليل ونشوفه في دورة مثل هذه تكون مشاركة كبيرة مثل هذه المستوى رائع هناك عدد اللاعبين الباريزين الجزائريون يجدون لعبة التنس بالنسبة للمستوى مليح جو من بلدان بزاف سواء بلدان عربية أو أوروبية المستوى عالي جدا لأن هناك لعبين متميزين من فرنسا ألمانيا وإيطاليا الأمر الذي يجعل مستوى هذه الدورة مرتفع وهذا أمر جميل وأنا معجبة بالجزائر قبل أن أتي هنا قلت أن دورة الجزائر ستكون سهلة ولكن لما جئته قلت ما الذي يحدث ضعبات الجزائر رائعات والمستوى جد عالي المشاركة الجزائرية في هذه الدورة وفي صيف الظكور كانت جد متواضعة اتوقفت في الدورة الثانية من المنافسة بالرغم من أن الجزائر شاركت بـ 12 لائل هنا للولاد تعنا يعني خانهم الحد طحوا دون زين كيرا جوصور لمساعدهم وخسروا في الدور الثاني والدور الثالث قراءة كانت بالنسبة لي أنا كانت طحت معا واحدة لعب مليح خسرت بروميتور وهذا كان لعب خير مني الحقيقة دورة شهدت سيطرة إيطالية بالطول والعرض السجلة المنافسة نهاء زوجي إيطالي 100% أما بالنسبة للإناث فقط نشطه الثنائي الجزائري ليندا بن قدر ومواطنة فيها حانين بوجادي ضد كل من الإنجليزية جون هيبال والبلغارية دانيلا ديمتروفا التي نفزت بلقب الدورة في الزوج هي الدورة الدولية الأولى التي أشارك فيها إنه أمر جميل المشاركة في مثل هذه الدورات وكل الأمور تسير بشكل جيد وكل الناس تعتني به أما بالنسبة للفرد ذوكو فاز الإيطالي ديكاردو دينوسيرا باللقب بعد تغلبه على الألماني دانيال كليموف في مباراة الزعبة رحى واقعها 6-7-6-4-6-4 كانت تجربة جميلة جدا ودورة رائعة لعبت بطريقة جيدة خاصة عند طلاقي الدورة كسبت نقاطا عديدة الجزائري الشابة ليندا بن قدر كانت مفاجأة الدورة أين التكت صاحبة الخمسة عشر ربيع لقب الدورة الدولية عقب إطاحتها بالتركية إيرم صوليو بمجموعتين للصفر واقعها 6-4-7-6 كانت دورة رائعة جدا أنا جد فخورة باللاعب هنا أمام منافسة الجزائر تلعب بطريقة جيدة إن هزمت لكنها تبقى تجربة رائعة أحببت البلد وأحببت الشعب الجزائري تنظيم الدورات الدولية للكرة الصفاء بات عادة حميدة بالنسبة الاتحادية الجزائرية الأمر الذي استحسنته عائلة تنس الجزائرية خاصة وأن عديد المواهب تعاولوا على مثل هذه التظاهرات للاحتكاك بمنافسين الدوليين وكسب الخبراء لتحسين تأتيبهم العالم من التنس مشاهدين نروح إلى الملاكمة وفي تحت المجهر لهذا العدد رايحين نعرفكم على مدرسة تربية بودواو للملاكمة أحد أعرق المدرس في الملاكمة ولخرجة عديد الأبطال أبرزها البطل الأولمبي السلطاني حسين خليكم مشاهدين تتعرفوا على هذا النادي شهر جوان من سنة 1979 هو تاريخ ولادة واحد من أعرق مدارس الملاكمة في الجزائر مدرسة تربية بودواو على يد المدرب عمي عمر سلطاني بتأسيس فرع بجمعية النجمة الرياضية لمدينة بودواو نحن ندي هذا نهار اللي كوناه أنا كنت كملاكم الفاريق وطاني وكت ملاكم دولي ودرت ميدايدور برونز منديال درت ميدايدور بريسيليكسو ناسيونال درت ميدايدور في أوروينتو وحظنا يا لي باش نخرج الاحتراف في 79 كان الناس اللي حكموني هنا يا قالوا لي قومنا بالصالة وزيد بابا ما خلنا نشمع منعني على الاحتراف وليتكون فاريق هنا بالعقل من الناس تواسيو كان الناس اللي عاونوني يعني هذا النادي ما قلنا اللي تعبو دورا دي مدرسة مدرسة اللي خارج الملاكمية مقلوا عالميين ما تشوفك من هذا القاعة احتولوا نفسه بأبطال العالم اللي لاني عند صالة ممتازة وعندنا شيخ يزال لنمليع باش نجيبو نتائج أكثر وأكثر لتكون الانطلاق من قاعة حفلات أين كان يزاول والنادي تدريباته بأبسط الإمكانيات لمدة ستة أشهر ليتنقل بعدها عبر عدة مراحل انتهت به بقاعة سلطاني للملاكمة مدرسة بودواو للملاكمة مدرسة تخرج منها أبطال عالميين وأولمبيين كفر أبرزهم أسطورة الملاكمة الجزائرية البطل الأولمبي الإفريقي والعربي الوحيد كوسين سلطاني الذي فتح الشهية لعائلة سلطاني التي أنجبت بعده عديد الملاكمين تمكنوا من الوروز وحصد التتويجات المحلية والدول السيد بلي نخدم أنا لقدام الدوليين درت ميدي دوبروز مونديال ومبعد درت ميدي تيراني درت ميدي دوبروز أولمبيك ومبعد زد درت أبجيكتيب حتى الميدي دور أولمبيك والحمد لله أنا لحقنا اليوم وإن شاء الله ما زال نزيد المدى المشوار بتاعنا في الرياضة هذه إن شاء الله برك يكونوا معنا الناس اللي يدعمونا ويعاونونا كان عمي حوسين ما أدرق أباين معرف ما يقوله شامبين أولمبيك دوبروز ميدا دو ميدا أولمبيك ما يقوله بلو تيتري ونجيري المسال قاتلت لعنا دو ميدا أولمبيك ونجيري تقالي ديسيبلي كان عمي كان أنا يبندي ميداد برانس كان عسوس مهدي خرج ملات عميتة 50 ملاس في الجيزيو الأولمبيك ملات العيد 50 ملاس في الجيزيو الأولمبيك هذلك ما يقوله بلوزيطة مونديال خلينا من أفريكا وميدا تيرانيا وشبونة تاجيري سنة 2004 كانت سنة سوداء على مدرسة بودواولي الملاكمة التي وقعت في أزمة مالية خالقة جعلتها تتوقف عن النشاط لقرابة الست سنوات ليأتي الفرج سنة 2012 بعدما استرجع النادي أنفسه بقيادة سلطان مبارك أحد أبناء النادي كنا تبعنا نادي الوزنبي نجم الرياضي المزهورات المدينة في الولاي ومبعدنا في دولة حبسنا حبسنا حتى دولة دولة دوس النادي أنا لا أحبس ما يشارك ما ينظرينه ما يبسع المشاركة أزمة لا زالت تلقي بظلالها إلى غاية اليوم ولزال النادي صامداً بثمانين ملاك منحرت في صفوفه يتدربون بصفة جدية وصارمة هدفهم إعادة بارق مدرستهم العريقة أنا المهنة هذه مقيبة مخليها أور كي يخدمها الإنسان يخدمها على قانية ملحبش ذهب ما لازمش بش يتوسخ هذه حاجة ظهرة أنا الأخر يدخل لي من الباب بتاع الصالة لازم المهنة التاعي تخدم مقيا نخدم أنا ستريكت ساح ساح قلبي بيض يجي خارج واحد نضربه ولا نزقي معه ولا قبل ما يخرج لازم نعطيله باسمها هذهك لي باش ما يخليهش هذه الحرقة ذيك يخليها في الصالة حاسو مدرب فاس كوني شفاء خطرة ضربني قطع لي هذي تم ما عملنا قاكي فكير كي ولادو كي لزا 3 تمحنا دارينو شيخ ميزان ستا خمسين كيلو وكاتيغوري جينيور تلات سينيور هذا العام سينيور برميراني عندي تلضاش سنو نمبوكس عندي عام جبني بابا ويش علم مكتنون برينا كتجين هنا ويش تتعلم؟ كوش دروات كروشي كوش كروشي دروات بريكت كوش بريكت دروات جيني تلعب هنا سينيور لعباء بحنور لي بطل على الأمر الذي زاد من وقع الأزمة المالية على مدرسة بودواو هو التهميش الواضح من السلطة المعنية التي تركت هذا الخزان لرياضة الملاكمة يصارع وحيدا في حلبة طرفها أزمة لا تعترف بالمواهب سلاحها تجريد المدرسة من أبسط الإمكانية الضرورية للمضي قدر موسيقى 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 أحضر قطار الرسيل ويساعدت وإذا كانت هذا أشخاص كانت كما كانت تطرح فيها وإذا كانت هذا أشخاص هناك دعمك نفيد دراسي ونفيد نفيد دراسي ونفيد لا أشخاص بشركة أنا لدي أخوة الجامل في بوكسا جامل لا كذلك دخلت الأمني ومثلت الخلق اشتركوا في القناة وبين الطموح وافتقار الامكانيات تركنا مدرسة تربية بودوه للملاكمة تواصل اشتهادها في تكوين الملاكمين ومواصلة مشوارها النبيل لإهداء ملاكمين من ذهب للمنتخب الوطني حتى وإن لم تعطهم الرياضة في الجزائر شيئا روحوا مشاهدين الآن إلى انترفيو الأسبوع لهذا العدد واللي كان مع رئيسة الكونفيدرالية الافريقية للفوفينانديا دفودا ومحمد جواج ومؤسسها هنا في الجزائر تحدثنا مع محمد جواج عن هذه الرياضة بصفة عامة في الجزائر خليكم مشاهدين التابعوا انترفيو محمد جواج مرحبا بكم معنا في برنامج كوفتنسبوخ مرحبا بكم ومشكركم على هذه الدواء سيد محمد مبروك عليك عهدة ثانية على رأس الاتحادية الافريقية شكرا هي صراحة بالنسبة لي هي تكليف مرة ثانية لعهدة ثانية نتمنى ان شاء الله اننا نكون في مستوى هذه المسؤولية فانتخابي على رأس الاتحاد الافريقي لمرة ثانية هو لإكمال البرنامج اللي كنت قمت به منذ العهدة السابقة في إطار تطوير الفوفينام في المستوى الافريقي أمسي محمد كنت أنت مؤسس الرياضة كنت أنت ما اندخل هذه الرياضة للجزائر لو باختصار تحكينا كيف كان ولعك بهذا الرياضة وكيف نجحت في إدخالها للجزائر والله في السابقة كانت عندي كنت مارس فنقية تالي في إطنامي آخر اللي هو فوفيطنام اللي كان في السابقة من بداية سنة 1984 لكن بعدها كذلك يعني بعد مدة أنني بعد ما حصلت على الحزاب الأسود أو أني الدرجة الأولى وكذلك ترقيت مسؤولية كثيرة كنت مدير تقني وطني كنت نائب رئيس الاتحادية الوطنية للفوفيطنام وكذلك رئيس صاحبة الجزائر أني كانت عندي مناصب يعني بعد ما اكتشفت أن ليست هناك يعني منافسات عالمية أو قارية كذلك ما كانش هناك انتشار واسع للفوفيطنام عن مستوى العالمي كذلك هناك ذلك الوقت ثلاث دول أو أربع كتقررت بس نكون نمشي الرياضة أحسن اللي يكون يعني متطورة أكثر عن مستوى العالمي وبالتالي كنت اخذت اتصالتها في سنة ألف وتسعمية وثلاثة وتسعين كبيرت اتصالات مع الاتحادية الفرنسية لكن بنت مماستحها رسميين في سنة ألفين وواحد ثم أخذت الماسة مباشرة مع الفيتنام أين توجد المدرسة الأم هنا كانين مدرسة العريقة للفوفينام فيت وضاو وبدأنا يعني من أجل نشرها على المستوى الوطني يعني حاليا رياضة الفوفينام فيت وضاو تعرف انتشار كبير في مختلف ربوع الوطن يعني شحل حقته إلى حد الآن عدد الرابطات والولايات والأندية المنخارطة في هذا الرياضة حاليا متواجدين في 30 ولاية رسميا في الشرق والغرب في الشمال وحتى في الجنوب كذلك عنا أكثر من 200 نادي خاص بالفوفينام فيت وضاو أغلبهم عني متخصصي أنا أندية متخصصة عدنا أكثر من 12 ألف ممارس فيما يخص الرابطات إلى حد ساعة لدينا ثمانة رابطات تعني رسمية أنتم تستوفون كل شروط اللازمة لتأسيس اتحادية فعلا نحن الآن نستوفي كل الشروط التي نص عليها أعتقد القانون على المدى سبعة من القانون من القانون 13-05 المتعلق لحد شروط تأسيس الاتحاد الوطنية وبالتالي إن شاء الله سنعمل على عقد جميع عامة مرة ثانية تأسيسية مرة ثانية لاتحادية إن شاء الله تلقيت معود كثيرا من طرف وزاة شباب والرياضة لتأسيس اتحادية ربما هذا الشيء ما تأخرش ما شوفوش أنه تأخر تأسيس الاتحادية إلى حد الساعة فعلا كنا تقينا عدم الشكل لدينا الموافقة في ساعة 2013 وكنا عقدنا جمعية عامة تأسيسية ومشينا فيها وبدأنا الميلة فرصمية دا وزارة الداخلية كنا قمنا بكل الإجراءات لكن هذا كان الوزير تهمي الوزير السابق تهمي بعدها جمد اتحادية قال لك إلى غاية صدور القانون كنا ننتظر في صدور القانون هذا المتعلق باتحادية كان حاليا عنده حوالي سنة من يصدر لكن هذا القانون كان فيه مادة كذلك داخله المادة سبعة ليدخل لك تحدد دشارة اتحادية عن طريق قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة شاب والرياضة هذا اللي ما زال ما صدرش ونحن بصدر انتظار تعود ربما سيجو وجه شفنا بعض الرياضات السوء اتحاديات مؤخرا بالرغم انهم هم يعني ما يسوفوش كل الشروط لازم هذا الشي ما اثرش فيكم انتوما كاتحادية فوفينا بالرغم انكم نجحتم يعني على السعيد القري والعالمي صراحة ان اثر فينا كثير لكن اعتقد ان معالي وزير الشابب والرياضة بصدر هادي والدعلي نظن على بلو شاني وبشرها يقوم نظن بلي حاليا ان كل ناسة واسية ممكن هما سبقونا في عقد بعض الرياضات ممكن سبقونا في عقد الجمعية العامة تأسيسية احنا فضلنا انتظار الخروج صدور هذا القرار تعالى مدى سبعة والقرار المستخبير وزارة الداخلية وزارة طريقة حتى لا يطلب منا اعادة الجمعية العامة التأسيسية سيد محمد جوج بالنسبة للمنتخب الوطني يعني حاليا ما هو البرنامج المنتخب الوطني نعرف بلي تنتظر بطولة افريقيا ربما اللي هي منافسة مهمة خاصة والجزائر حاملة اللقب فعلا احنا على كل جانب الافريقي احنا كنا تحصلنا في سنة 2012 على المرتبة الاولى افريقيين وبفرق كبير بيننا وبين المتبركز الثاني صراحة لدينا ثقة كبيرة في فرقنا الوطني لدينا مستوى عالمي الكل يعترف بمستوى دزائر على مستوى الافريقي ومستوى العالمي وبالتالي احنا مش يمنعناش متخوفين كثير من ضياء اللقب مع هذا اننا دائما في تحذيرات متواصلة للفريق الوطني دائما باش يكون مستعد لخوض هذه المغامرات تعال البطولة الافريقية فيما يخص الفريق الوطني كذلك في هذه البطولة الافريقية تم اضافة بعض العناصر جديدة خاصة ان كانوا فرضوا انفسهم في البطولة الوطنية فقط ننتظر اثبات ما حققوه في البطولة الوطنية ستحقق تثبيته في الكأس الوطني الجائزة الكبرى حتى يعني تكون لهم مكانتهم رسميا يضمنوا مكانتهم رسميا في الفريق الوطني سي محمد جواد شكرا لك جزيلا شكرا لك انت حاضر معنا وانتمنى لكم كل توفيق في مسيرتكم الرياضية بهذا مشاهدين اتي وإياكم الى ختام عدد اليوم من برمتكم الرياضي كوكتاس بور موعدي يتجدد بكم الاسبوع المقبل في نفس الوقت ما تنسوش تكونوا في الانتظار الى ذلكم الحين مشاهدين انتظر وصول رسائلكم انتقاداتكم وارشاداتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك اللي كنت شوفوا فيها اسفل الشاشة سلام